بيتكلم فيلم النهاردة عن مجموعة من الآلات اللي بتحتل كوكب الأرض وبتظهر عيلة بتحارب الآلات دي وهم ركبين عربيتهم وبنشوف المدينة قبل هجوم الإنسان الآلي بأربع أيام وبتتكلم رواية الأحداث اللي اسمها كيتي عن عيلتها وعن نفسها وبتقول إنها دايماً كانت بتحس إنها مختلفة لكن زميلها في المدرسة ما كانوش قابلين لاختلاف ده وكانوا بيتريقوا عليها وهي ما كانتش متأقلمة مع أي حد حتى عيلتها أخذت وقت علشان يفهموا طبعها وبتقول كمان إن أخوها الزغير إن كان بيفهمها لكن كان عنده اهتمامات غريبة زي حبه للديناصورات أما والدها فعمر ومشاركها اهتماماته أبداً ودايماً كان مشغول عنها وبتقول كيتي إنها اشتغلت على نفسها علشان تدخل أكاديمية الفنون في لوس أنجلس وبيقرر أهلها إن هما يحتفلوا بيها ويودعوها قبل ما تسافر الأكاديمية وبيزعل إرن علشان كيتي مسافرة وبتقوله كيتي إنه أكيد هيقدر يعمل صداقات جديدة ويمكن يلاقي حد مهوس بالديناصورات زيه وبيرجع الأب من شغله يلاقي العيلة كلها قاعدين على تلفوناتهم فبيطلب منهم يسيبوا التلفونات ويستمتعوا بآخر ليلة الكيتي معاهم وبيطلب والد كيتي منها تدور على خطة بديلة لو فشلت في الأكاديمية بتزعل كيتي لأن والدها حاسس إنها هتفشل وبيقع على اللابتوب بتاع كيتي ويتكسر وبتزعل كيتي وتدخل قدتها وبتقول ليندا الأم للأب اللي اسمه ميتشل إنه غلطان علشان دايماً بيجادل مع كيتي وبيقعد ميتشل يتفرج على فيديوهات قديمة سجلها ليه هو وكيتي لما كانت زغيرة وكانوا بيلعبوا فيها سوا تاني يوم الصبح بتتفاجئ كيتي بعيلتها اللي لغة تذكرة التيران وقرروا إنه هم يوصلوها بالعربية وبتفضل الأم تتفرج على صور جيرانهم وتقول لهم هي دي لعيلة الكاملة المثالية وكمان عيلة سعيدة وانت تمنى إن احنا نكون زيهم وبتفضل كيتي تصور تفاصيل الرحلة ويحاول الأب بطول الرحلة إنه يعمل حاجات تبهر كيتي لكن بيفشل وبتتفرج كيتي على إعلان لشركة بال الشركة اللي بتستخدم التطبيق بتاعها في كل حاجة في حياتها وبتشوف صاحب الشركة بيعلن عن مساعد جديد اسمه بالماكس بدل المساعد القديم بتاعه ولا هو عبارة عن إنسان آلي بيقدر يطيع أوامر الشخص في أي طلب وبيوعد صاحب الشركة إن الآليين الجداد دول عمرهم ما هيتحولوا الآلات شريرة وفجأة بيفقد صاحب الشركة السيطرة على الآلات وبنلاقي آلة منهم بتقوله إنهم بتلقوا أوامر من شخص جديد وبتقبض الآلات على مارك صاحب الشركة وتبدأ في السيطرة على كوكب الأرض أما كيتي وعليتها بنلاقيهم دخلوا مكان فيه جزء مخصص للديناصورات وبيدخل جيران عيلة ميتشيل وتتدايق الأم جدا خصوصا لما بتشوف صور رحلتهم اللي دايما مبسوطين فيها ومرة واحدة بتضرب الآلات المكان ويهرب جيران عيلة كيتي وتحاول كيتي وعليتها إن هما يعملوا زيهم لكن بيفشل ويمسك واحد من الآلات ميتشيل ويتير بيه بعيد وتحاول كيتي تنقذوا وتطلب من علاتها إن هما يستخبوا بسرعة وبتهاجم الآلات كل مناطق العالم وتحول مصنع بال لمقر ليهم ويكتشف صاحب المصنع إن المساعدة القديمة بتاعته اللي هي أصلا عبارة عن تطبيق إلكتروني هي اللي ورا كل ده وبتقبض الآلات على كل البشر في العالم معادة عيلة كيتي وبيقول ميتشيل إن عنده خطة بس علشان ينفذها أول حاجة لازم يتخلصوا من التليفونات اللي معاهم علشان الآلات متقدرش تعمل تتبع ليهم وبتسمع كيتي آلات بتتكلم مع بعض عن شفرة القتل اللي ممكن تقضي عليهم وبتقع من فوق هي وإيرن ويشوفوها الآليين وتستخبى كيتي وعيلتها من الآلات اللي بتحاول تقضي عليهم لكن كيتي بتكتشف إن هما معيوبين وتقدر تتحكم فيهم وتديهم أوامر وبتعرف منهم إن هي تقدر تدخل شفرة معينة تدمر عقل القائدة بتاعتهم وده من خلال مركز تسوق قريب منهم وبتقرر كيتي إنها تنقذ البشرية وبتقرر العيلة كلها إنها تروح مع كيتي لكن الآلات بتشوفهم وهم ركبين العربية وبيهجموهم ويحاول ميتشي يهرب منهم وينجح إنه يستخب وبتحط الآلات البشر في كابسولات منفردين جوة صواريخ علشان يطلقوهم في الفضاء ويعملوا عالم في الأرض بدون بشر وبيعترف مارك صاحب شركة بال إن ده كله كان غلطه وبيظهر إنسان آلي يقول للقائدة بتاعته إن في عيلة كاملة حرة طليقة ويوريها صورة كيتي وعيلتها ويحددوا موقعهم ويعرفوا إنه هما رايحين مول تجاري وبتوصل عيلة كيتي للمول فعلا وهم منبهرين إنه هما الناس الوحيدة اللي في المكان ولما بيدخلوا جوة بتعمر كيتي الآلات إنه هما يعملوا تحديث للبرامج الخاصة بشركة بال ويدخلوا الشفرة لتقدر توقف ثورتهم وتقدر تتحكم في القائدة لكن فجأة بيلاقوا الأجهزة المنزلية اللي في المول كلها بتتحرك ناحيتهم وبتطلب من كيتي إن هي تديهم اللابتوب وتكتشف كيتي إن أي جهاز عليه لوجو شركة بال بيتحرك واللوجو ده عبارة عن شريحة بتتحكم فيهم وتبدأ الأجهزة تهاجم كيتي وعيلتها علشان تاخد الجهاز من إيدها وبتدخل كيتي والباقي منطقة ألعاب ويلاقوا الألعاب دي هيا كمان تحولت لجيش علشان يهاجمهم ومرة واحدة بتظهر قدامهم لعبة ضخمة وبيحاولوا يهربوا من قدامها وبيقع واحد من الألات اللي مع كيتي بتنقذوا ليندا وبيقرر ميتشل إنه يعمل مصيادة لللعبة الضخمة بسلك النور زي ما كانوا بيعملوا مصيادة للحيوانات البارية وبتساعدهم الألات وبتشكرهم ليندا لأن الخطة نجحت بسببهم لكن الإنترنت بيفصل وبيقف التحميل قبل ما ينتهي ب2% فبتتضيق كيتي وتحس إنها فشلت لكن الأب بيقرر إنه يروح بيهم ودي سيليكن اللي في القائدة ويفعلوا الشفرة من هناك ويقول لكيتي إنها ما فشلتش لأنها قدرت توصلهم لحد هنا وإنه بيثق في كل شخص في العيلة بتاعته وعارف إنه هم هيقدروا ينجحهم وبيسأل الإنسان الآلي ليندا عن سبب إنقاذها ليه فبقتوله علشان إنتوا دلوقتي بقيتوا جزءوا من عيلتنا فبيتأثر الإنسان الآلي بكلام ليندا وبتتحرك كيتي وإلتها متجهين لودي سيليكن وبتتضيق القائدة من عيلة كيتي وبتقرر تستخدم الآلات اللي سنعتها مخصوص للحرب وبتؤمرهم بالقضاء على كيتي وإلتها أما كيتي وإلتها بيشوفوا هما ماشيين بالعربية السواريخ اللي بتتجاهز بالبشر علشان تطلع الفضاء وتبدأ تصور كيتي اللي بيحصل بالكاميرا وتتفق العيلة على الخطة اللي هيتبعوها علشان يوصلوا للقائدة وعلشان ينقذوا العالم وبيقرروا إن هما يخطفوا الآلات ويسرقوا لبسوهم ويتخفوا في شكل الآلات دي علشان يعرفوا يوصلوا للقائدة من غير محد يكتشفهم وبينجحوا في الدخول فعلا لكن بيسمعوا القائدة وهي بتدي أوامر بالبحث عن أي روبوت يتصرف بطريقة غريبة لأنه أكيد هيبقى من عيلة ميتشيل ومتخفي وبتترعب العيلة لما تسمع كلام القائدة خصوصا لما يشوفوا آلة بتتدمر قدامهم لما شكوا فيها وبتقدر القائدة توصل لعيلة ميتشيل وتعمل القائدة تغيير لإعدادات الأليين اللي مع كتي وبيدمروا الكارت اللي فيه شفرة وبتحاول كتي واخوها يهربوا من الآلات اللي بتدور عليهم وبيقعد إيرن يعاية وتحاول كتي تهديه وبتطلب منه إن هو يمسي الكاميرا الفيديو بتاعتها لحظة لكن إيرن بيفتحها وبيشوفوا فيديو قديم وهي صغيرة وباباها بيودع البيت اللي كانوا عايشين فيه في الغابة وزعلان لأنه كان بيت أحلامه وبيقعد يلاعب في كتي اللي كانت لسه طفلة صغيرة وبتتأثر كتي بالفيديو وتقرر إنها تصلح اللي حصل وبنلاقي القائدة حبسة ميتشيل في كابسولة جنب صاحب المصنع اللي كان قاعد بيتفرج على فيديوهات كتي اللي بتعملها أونلاين وبيقوله إن فيديوهات البنت دي بتعجبه جدا وبتسعده وقته ما بيكون حزين فبيقوله ميتشيل إن البنت دي تبقى بنته كتي وبيتفرج ميتشيل على الفيديو معاه وبيلاقي كتي رسمة شخصيات شبههم في المواقف اليومية اللي بينهم ومرة واحدة بتظهر كتي وهي سائقة العربية قدام العربية علشان تشوش بيه على عقل الآلات اللي لو شافوه بيفضلوا يفكروا ده إيه ده لحد ما عقلهم يقف بيشوف ميتشيل الموقف ويقرر إن هو يساعد بنته بعد ما شاف الآلات كتير جدا وهتيجم عليها كلها وطلب من صاحب مصنع بل إن هو يساعده وبيحرب ميتشيل من الكابسولة ويروح لمراته علشان يخرجها من الكابسولة بتاعتها وتقدر تساعده إن هو يدخل على اليوتيوب لكن بيقع ميتشيل جوه قوضة فيها شاشة كبيرة وبتمسك الآلات ليندا مراته وبيحاول ميتشيل يدور على فيديو كتير اللي في الكلب وفي نفس الوقت ده بتحاول كتير نهاية توصل لأعلى قمة في الصاروخ علشان تقضي على القائدة ولما بتشوف ليندا ابنها إيرن محبوز جوه كابسولة بتتدايق جدا وبتضرب الآلات اللي مسكنها وتدمرهم وبتهجم على البقين وفي الأوضة اللي فيها ميتشيل بتدخل الآلات علشان تقبض عليه قبل ما يشغل الفيديو وبتقبض القائدة على كتير هي كمان بتقول لها إديني سبب واحد مقنع ليه عايزاني أنقذ البشرية العلاقات بين البشر صعبة جدا بتقول لها كتي عندك حق ساعات بتعملي حاجات مش حباها علشان بس تحافظي على صداقة الناس اللي بيحبوك وفجأة بيشتغل فيديو كتي على كل الشاشات وبينقذ ميتشيل بنته كتي لكن الآلات الجديدة المعدلة ما كانتش بتتأثر بالفيديو فقررت كتي والدها أن هما يحربوهم بنفسهم وفجأة بتظهر ليندا وتنضم ليهم مع إيرن بتنجح كتي في الوصول للقائدة وبترميها من فوق المبنى وبتقع في المياه وتموت وبتنجح عيلة كتي في إنقاذ البشرية ويخرج جيرانهم من الكابسولة ويشكروهم علشان أنقذوا العالم وبتروح كتي الأكاديمية وتودى عيلتها وتحضنهم بعد ما عرفت إنه هما مميزين زي ما هما بدون تغيير الفيديو ده كتبته وسجلته أمل عقيل ومنتجه رمي سمير وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلوا لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلوا لصفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنيمي سليم